يشرفني أن أتحدث بإجازة عن معجزة إلهية في الزمان المعاصر وعلم من أعلام العلم والفكر النير ألا وهو الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد بن سليمان بن عامر بن خميس الكندي النزوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه ولن أسهب في الجانب العلمي فهو غني عن التحريف ولكنني سوف أتناول بعض الجوانب الاجتماعية من حياتي لقد شرفني الله تبارك وتعالى بصحبته وخدمته لما يقارب ثلاثة وثلاثين عاما وكان رحمه الله في ذلك الوقت يحضر رسالة الدكتوراه وقد تشرفت بحضور مناقشة الرسالة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية فبدأت المناقشة وجلس رحمه الله بأدب الطالب المجل لأساترته وكانت المناقشة حامية جدا وأخذوا يحاسبونه حتى على الفواصل والأقواس والنحو والصرف وفي أحد النصوص علق المشرف على الرسالة بأن هذه العبارة خاطئة في اللغة العربية فرد عليه بأنها صحيحة وجاء له بالإثباتات اللغوية والشعرية فأقر له بقية أعضاء المناقشة بصحة الجملة وفي نهاية الجلسة أعلنت النتيجة بمنحه درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف وما إن خرجنا من المناقشة حتى قال أخذونا لأفضل مطعم لكي نحتفل بهذه المناسبة ونتناول العشاء فذهبنا إلى مطعم الديوانية وكعادته أخذ يمازحنا ونمازحه ويشكر الله تعالى على نعمائه العظيمة بعد حصوله على شهادة الدكتوراه أصدر معالي وزير التربية والتعليم قرارا بتعيينه خبيرا في مكتب معالي وما لبث حتى طلبه معالي السيد هلال بن زعود بن حارب وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية رحمه الله ليكون محاضرا في معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد فنقلت خدماته وعين في المعهد في مجال التدريس فاقترح علي نقل خدماتي من شرطة عمان السلطانية لكي نساهم سويا في مرحلة تطوير المعهد حيث انتقل المعهد من منح الدبلوم إلى منح الإجازة العالية وكان ذلك في عام 1988 فرحبت بالفكرة فتم نقل خدماتي ولله الحمد والمن عملنا ليلا ونهارا حيث اشتغل الدكتور إبراهيم الكندي بمعية المغفور له بإذن الله الشيخ يحي بن عبدالله النبهاني المدير العام للمعهد فيما يتعلق بالأمور الأكاديمية واختيار مساقات التدريس وعملت أنا فيما يتعلق بالتنظيم لداري واكتمل حضور الأساتذة الذين اختارهم الشيخ يحيى رحمه الله بدقة وبدأت مخرجات المعهد الطيبة تظهر للعيان وخلال فترة عمله في المعهد طلبه معالي الفريق علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني ليكون إماما وخطيبا لصلاة الجمعة والتراويح مع إلقاء الدروس الدينية في جامع المهلب ابن أبي صفرة فلب الطلبة واستمر لسنوات طويلة وفي عام 1995 بناء على رغبة معالي الفريق وزير المكتب السلطاني تم نقل خدمات الدكتور إبراهيم إلى جامعة السلطان قابوس عينة بدرجة أستاذ مساعد ثم رقي إلى أستاذ مشارك ثم ترقى إلى درجة أستاذ وهو أول عمالي يصل إلى درجة أستاذ دكتور في قسم العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه وقد شغل رئيس قسم العلوم الإسلامية ورئيس وحدة الشريعة بقسم العلوم الإسلامية واستمر في عمله إلى أن أحيل إلى التقاعد لقد شرفني الله تبارك وتعالى بجانب صحبته بأن جعلني وكيلا شرعيا له وكالة مطلقة وأود أن أقول شهادة حق في شخصه الكريم إن هذا الشخص كان عونا وغوثا للفقراء والمساكين على مدار أيام السنة إذنه لا يرد سائلا أبدا فلا يكاد يمضي إسبوع إلا وتأتيه الاتصالات من الفقراء والمساكين لطلب المساعدة فيوجههم لمحادثتي فأقوم بأخذ أسمائهم وأرقام هواتفهم وحساباتهم وأطلب منهم شرح حالتهم ثم أقوم بالاستفسار منه فإما أن يوجهني بصرف مبلغ معين وإما أن يطلب مني الرأي فأخبره برأي فيوجهني بصرف المبلغ الذي يراه وفي بعض الأحيان أخبره بأنني غير مطمئن فيرد علي لكي لا نرده أعطيه خمسين ريالا كما أنه دائما ما يساهم بمبالغ مالية في بناء المساجد وتقديم المساعدات للمرضى الذين يحتاجون العلاج ويدفع أموالا لكفالات الأيتام وحفر الآبار ويساهم في نفقات تعليم القرآن الكريم وعندما يحين موعد إخراج الزكاة يعم الخير على المستحقين حيث أنه يخرج أكثر من القدر الواجب وفي كثير من الأحيان يخرج الضعف أو الضعفين ودائما يردد قول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إن أهم ما يميز الأستاذ الدكتور إبراهيم الكندي رحمه الله تعالى الحكمة والتواضع وسرعة البديهة والذكاء الفائق حيث أنه يحفظ الحديث والشعر من شرف أو شرفين وكذلك أرقام الهواتف وكان دائما يحب الوسطية والاعتدال في كل شيء ويكره التعصب والغلو وكان كريما للفقراء ويحب الحزم في الأمور ولا يخشى في الله لوم تلائم ويخاطب الناس بلغة يفهمونها فلذلك كان يقدم بعض البرامج الإذاعية باللهجة المحلية ويلتمس الأعذار للناس والأصدقاء ويقول إذا كنت تريد صديقا كاملا فالكمال لله تبارك وتعالى وحده كما إنه يمتاز بالمرح والفكاهة فمن جلس معه لا يتمنى فراقه والذي يسافر معه لا يحس بمسافة السفر وهو رمز للكفاح والعزمة ترجمة نانسي قنقر